السلام عليكم ورحمة الله و اهلا وسهلا فيكم بقناتكم احنا مواقف شترنج معكم اياد الرضوان رح نشوف بهذا الفيديو مباراة جميلة جدا 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 للساحر ميخايل تال لكن قبل ما نشوف المباراة خلينا نشكر داعمي القناة والمنتسبين للقناة واللي عم يدعموا القناة بميزة شكرا طبعا بفضلون فقط عم تستمر هاي القناة ومن نوه انو صنع نعمل بطولة تقريبا كل اسبوع رح يكون بطل هالبطولة هو بطل القناة لمدة اسبوع وبطل هاد الاسبوع هو اللاعب على منذر من سوريا اخذ البطولة انهار الخميس اللي عملناها فاذا بتحبوا تشاركوا بالبطولة ان شاء الله رح تكون انهار الجمعة او الخميس حساب ورح نختار آلية لتحديد بطل القناة هيك نوع من التشجيع اما بطل البطولة هو اللي رح يكون مباشرة بطل القناة او رح نعمل تحدي رح نعمل تصويت يعني او رح نعمل تحدي بين بطل البطولة القادمة واللاعب اللي بيكون البطل السابق حتى يكون فيه يعني احتفاظ باللقب قدر الامكان راح نشرح هاي الامور ان شاء الله بفيديو مستقل ولكن حتى يكون عنكم صورة فاذا بطل هاي الفترة لحتى نعمل بطولة جديدة هو اللاعب على منذر وان شاء الله راح يكون فيه عنا تطويرات بالقناة ممكن انه نحكي عنا بفيديو مستقل فاذا الآن بعد هاي المقدمة خلينا نشوف شو اللي صار بي المباراة اللاعب الابيض مثل ما قلنا ميخا يلتال هالمباراة لعبة عام 1956 بلينينينقراد بالاتحاد السوفيتي اللاعب الابيض ميخايل تال طبعا لاعب مشهور ومعروف بطل العالم عام 1960 ويعني صاحب اجمل مباريات على ظهر هذا الكوكب واللاعب الاسود اسمه فلاديمير سيميجين هذا هو طبعا لاعب جراند ماستر قوي جدا وصل تقييمه 2650 طبعا 2650 بفترة الخمسينات والستينات يعني كان تقييم مرعب اللاعب نظري عنده دراسات نظرية مهمة جدا كان احد فريق تدريب اللاعب فاسيلي سيميسلوف لما فاز سيميسلوف ببطولة العالم وكتير لعبين بنسبوا له الفضل بفوز سيميسلوف ببطولة العالم كانت نهايته مأساوية بأثناء احدى البطولات صار معه سكتي قلبية أثناء مباراته ومات بهاي الحادثة فمات هو عم لعب شطرنج فخلينا نشوف كيف صارت المباراة اللاعب الأبيض تال لعب النقلة E4 فرد عليه اللاعب الأسود بين نقلة C6 عندنا النقلة D4 هون دفاع كاروكان النقلة الرئيسية هي النقلة D4 ولكن هون لاعب الأسود لعب النقلة D6 لسه الافتتاح اسمه كاروكان فالآن نايت C3 نايت F6 الآن عندنا F4 والكوين على B6 طبعا الهدف من نقلة الوزير هاي هو الضغط على البيضق B2 حتى نوعا ما يمنع انتشار الفيل فالآن النايت على F3 الفيل على G4 الفيل على E2 حتى يفك ربط الحصان النايت على D7 فيه عندنا E5 عم يهدد الحصان طبعا صرنا بافتتاح نادر يعني موقف أول مرة منشوفه تقريبا مع اننا عم نلعب بالنقلة السابعة فالآن لعب الأسود رح يلعب النايت على D5 تبيت من اللاعب الأبيض رح يكسر حصان بحصان رح ياخد الحصان ببيضق الآن E6 النايت على G5 عم يرد تكسير الفيلين وهذا الشي اللي بيصير فرح ياخد بيئ الوزير والآن H6 مثل ما عم تشوف عزيزي المشاهد انه المؤشر الأفضلية عم مرجح شوي ناحي الأبيض طبعا بسبب وجود المساحة بالوسط طبعا مثل ما شفنا استراتيجية اللاعب الأسود كانت انه يلعب بحذار وبهدوء فلذلك الكمبيوتر بيفضل هون انه يعطي أفضلية لللاعب الأبيض طبعا هون وقف الفيديو حاول تلاقي نقل التال بتوقع النقلة سهلة ولكن ربما تكون محتار بين التضحية على ال E6 أو التضحية على ال F7 الأفضل أكيد هي التضحية على ال F7 ولكن أيضا التضحية على ال E6 أيضا شغالة فالآن التال فعلا بياخد على ال F7 فاللاعب الأسود رح ياخد الحصان بالملك والآن F5 طبعا الفكرة انه بدنا نفتح الوسط والعامود F على الملك الأسود اللي نحرم من التبجيت الآن فالآن بارتكب غلط اللاعب الأسود وبياخد بالبيضق دي طبعا ليش الغلط هون الغلط انه هون عم منسهل على اللاعب الأبيض فتح الوسط وفتح أعمدة الوسط فالآن FxE6 كيش الكمبيوتر عم يقشر على النقلة يكوين على ال H5 كيش ورح يكون في عنا أفضلية نوعا ما بعد ما يروح الملك على ال E7 رح ناخد هذا البيضق يعني رح ينفتح العامود رح يكون الوزير يعني نشيط جدا فهذا الخط اللي اقترحه الكمبيوتر ولكن هون بعد هاي النقلة تال لعب النقلة FxE6 كيش فالملك رح ياخد البيضق والآن نقلة جميلة جدا منتال وقف الفيديو حاولت لائية طبعا بتوقع مستحيل انك تلاقي نقلة مجنونة نقلة من خارج الكوكب النقلة هي عزيز المشاهد القلعة على ال B1 تضحية جميلة جدا بالقلعة طبعا بتوقع انه قبول القلعة اجباري لانه اذا بدك تهرب من القلعة بنقلة منطقية مثل هيك فيعني رح يكون في عنا الفيل على F4 لزيادة الضغط على هذا البيضق والقلعة كسبت عامود مهم جدا للضغط على البيضق B7 وبالتالي اشغال الوزير باكتر من مهمة مهمة الحماية تاد البيضق ومهمة حماية تاد البيضق فعني اللاعب الاسود رح يعطي افضليات استراتيجية كبيرة للاعب الابيض في حال ما ابل التضحية طبعا هون لاعب الاسود ابل التضحية واخد القلعة شوف فكرة تال فكرة تال بسيطة جدا تكتيكية خفيفة هي انه بعد الكش هون لاحظ اللاعب الاسود لازم يروح على خانة سوداء طبعا امامه خانتين فقط وبالتالي رح نعطي كشبي الكشف بالخلال الفيل والقلعة رح تاخد الوزير هي الفكرة فاذا فعلا هون بيعطي كشبي الوزير اللاعب الاسود لازم يروح بملكه على خانة سوداء فقرر انه يروح على الخانة دي سيكس طبعا الكمبيوتر بقول انه الخانة اي سيفن افضل وهي منطقيا افضل لانه انت عم ترجع ملكك للخلف لما كان اكثر امنا لما كان اكثر حماية من خلال القطع الصديقة ولكن اللاعب الاسود على ما يبدو يعني يحب انه يختبئ بالخانة سي سيفن فاذا الان الفيل رح يروح على السي ثري مع كش ومتل ما انه اللاعب الابيض رح ياخذ وزير لاعب الاسود طبعا الملك رح يروح على السي سيفن والان رح ياخذ الوزير وطبعا الوزير هون اخذ قلعة واللاعب الاسود رح ياخذ الفيل وبالتالي نوعا ما المادة متوازنة ولكن نشاط لاعب الأبيض أكبر بكتير. الآن الوزير رح يروح على البي 3 رح يهدد الفيل ورح يهدد البيضاق بي 2. طبعا الكمبيوتر هون بيقول لا أنقذ البيضاق لأنه هذا بيضاق خطير جدا وبال بفرق مادي بسيط أفضل من أنك تهرب الفيل مثل ما عمل اللاعب الأسود وتعطي يعني هجوم شرس لللاعب الأبيض. طبعا اللاعب الأسود مثل ما لعب الفيل على الـ E7 هون أخذ البيضاق مع كيش الملك رح يروح على الـ D6 لاحظ أفضلية حاسمة لللاعب الأبيض. الآن DxE5 كيش طبعا الكمبيوتر بيقول أنه النقلة الانتظارية رك على الـ D1 تمهيدا لفتح العمود وأخذ الحصان بالوزير والقلعة رح تكون أخطر ولكن تال أخذ البيضاق مع كيش رح ياخد بالحصان. الآن القلعة على الـ D1 كيش لاحظ الآن بعدها الكيش الحصان ما عد موجود هون. فالملك رح يروح على الـ E6 كوين على الـ B3 كيش الملك على الـ F5 رك F1 كيش الملك على الـ E6. بتوقع نفس الغلط الملك المفروض يرجع على مكان آمن ولكن بتوقع اللاعب الأسود خاف من نقلة الوزير اللي رح تاخد قطعة ولكن هذا الضرر يعني لابد منه فإذن الملك رح على الـ E4. الآن رك على الـ E1 كيش ملك على الـ F1 والآن حتى ما يتكرر الموقف تعال لعب النقلة G4. طبعا هون بالنقلة G4 خلاص يعني إجباري اللاعب الأسود بده يخسر قطعة فالملك بيروح على الـ F6 والآن رك على الـ F1 ومثل ما أنك شايف الآن اللاعب الأسود اضطر انه يروح بملكه على الـ G6. فالآن الكوين على الـ E6 كيش. فالملك على الـ H7 والآن رح ياخد الحصان القلعة رح تجي تحمي الفيل من خلال الـ E8 الآن رح تجي القلعة على الـ F7 طبعا مهددة الفيل ومهددة البيضاء أكيد بمساعدة الوزير طبعا أكيد ما فيك تحمي البيضاء هيك لأنه ببساطة بياخد الفيل باعتبار أنه هذا البيضاء مربوط فإذا رح يحميه من خلال الخانة F8 كوين F5 كيش الملك على الـ G8 والآن خطة التال رح تكون بالتقدم بالملك للمساعدة بالهجوم باعتبار أنه ما عنده قطع كافية للتأثير على اللاعب الأسود ففعلا بتقدم بالملك على الـ F2 الآن C5 كيش لاحظ لاعب الأسود عم يساعده ملك على الـ G3 القلعة على الـ E3 كيش الملك على الـ H4 والآن القلعة على الـ E8 لحتى يزوج القلعتين ويحموا بعضهم واللاعب الأبيض نوعا ما عم تتراجع أفضليته فالآن عنا موقف حساس جدا لو كنت عندك خبرة تكتيكية رح تختار نقل التال بدقة النقلة صعبة جدا 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 عزيزي المشاهد هون نقل التال هي القلعة رح تاخد البيضق G7 معك ليش هاي النقلة؟ لأنه إذا ما لعبت هاي النقلة مثلا لعبت أي نقلة تاني فمثلا لعبت هاي القلعة على C7 فببساطة يعني اللاعب الأسود رح ياخد المبادرة نوعا ما كيش فالملك إذا اقترب فالقلعة على الـ F8 تلاحظ يعني عم نضغط على الوزير واللاعب الأبيض ما عنده كتير هجوم يعمله والكمبيوتر بقوله الموقف متعادل والموقف صعب على اللاعبين فلذلك هون اللاعب الأبيض قرر أنه يحافظ على مبادرته وياخد هاي النقلة هذا البيضق مع كيش الملك إجباري رح ياخد القلعة والآن الوزير رح ياخد لاحظ الآن مهدد البيضقات ومهدد البيضقات البيضقين لا يمكن حمايتهم فكر التال أنه رح يصير فيه عنده وزير مع بيضق سالك وملك نوعا ما آمن من هجوم القلعتين فرح يكون عنده نهاية رابحة لاحظ الكمبيوتر عمول تقريبا الموقف متعادل الكمبيوتر ما بيقدر يفهم أنه هاي النهاية ممكن تكون رابحة لللاعب الأبيض طبعا هون رح يحمي البيضق سي فهذا قرار خاطئ ربما كان الأفضل أنك تحمي البيضق اي عكل حال حما البيضق سي رح ياخد البيضق اي سيفن مع كيش والملك رح يروح على الجي سيكس الكوين على ال اي ايت والآن الملك على ال اي ايت لاحظ المؤشر الأفضلية صار صالح الأبيض الآن فهم الكمبيوتر أنه اللاعب الأبيض عنده خطة لا يمكن إيقافة أو لا يمكن إيقافة بسهولة وهي التقدم بالبيضق اي ثم ترقيته وصعب جدا هون أنك تتعامل مع ها التهديد هاد ففعلا لاعب الأبيض بيتقدم بالبيضق اي فور اللاعب الأسود عم ملعب شبه جنون بخطة لا رح نشوفها خطة يعني بداية جدا اللاعب الأبيض بيتابع بتقدم البيضق واللاعب الأسود بيتابع بخطته بالملك على ال دي فايف الآن كوين كيش الملك رح يروح على ال اي فور واللاعب الأبيض بيتابع بخطته خطة واضحة وصعب إيقافة نظرا لأنه القلعتين يعني نوعا ما يعني نشاطهم جدا محدود متى ما نك شايف فصعب انهم يجوا على العامود اي تنتيناتهم لحتى يضغطوا على البيضق وياخدوا ما رح يكون معهم وقت ما رح يلحقوا فالآن الملك على ال اي ف ثري والبيضق اي سيفن والطرقية صارت اكيدة اللاعب الأسود بتابع بخطته وهي النقلة على ال اي تو طبعا خطة اللاعب الأسود خطة ام الخمسة خطة من سوق الجمعة فكرته انه اذا بيرقي اللاعب الأبيض لوزير ببساطة رح يكون في عنا كيش مات كانت خطته انه يتقدم بيق الملك ويحصر ملك اللاعب الأبيض لحتى يعطي كيش مات او يحطه تحت ضغط ولكن اكيد يعني خطة مثل ما قلنا خطة بداية جدا تال هون رح يلعب النقلة كوين على ال دي ا ثري كيش رح يغطي بيق القلعة فببساطة تال رح يبسط الموقف ويكسر وزير بقلعة فهون طبعا بستسلم اللاعب الأسود طبعا لانه اذا اخد الوزير رح يكون في عنا طرقية لوزير وافضلية مثل ما لنا حاسمة للاعب الأبيض مباراة جميلة شفنا تال عم ملعب على النهاية شفنا يعني اهم خطوة بتوقع هي كانت تبسيط الموقف هون للحصول على نهاية رابحة نهاية بيادق نهاية وزير ضد قلعتين مع بيادق فمبارا فيها تضحيات فيها لمحات تكتيكية ولمحات استراتيجية جميلة جدا بين عملاقين من عمالق الشطينج السوفيتي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ننتقي مجددا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله